بينما تنعم مصر بالاستقرار والأمان خلال السنوات الأخيرة الماضية تتواصل في جنوب إفريقيا لليوم السادس على التوالي أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 117 شخصا وألحقت أضرارا بمئات الشركات وتسببت في إغلاق مصفات نفط تطورات تأتي فيما تستعد جنوب إفريقيا لنشر تعزيزات من الجيش تقدر بنحو 25 ألف جندي في محاولة لقمع عمليات النهبة التي دمرت إمدادات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى ووجهت ضربة قاسية لاقتصاد البلاد واندلعت الاحتجاجات في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زومة في الأسبوع الماضي لتقاعصه عن التعاون مع تحقيق فساد والتسعى نطاق الاحتجاجات وتحولت إلى أعمال عنف وغضب شعبي متصاعد بسبب صعوبات المعيشة